اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الدكتور علاء رجب لتسليط الأضواء على العلاقات السامة في مجتمعاتنا وفي حياتنا وإزاي نقدر نتجنبها وإزاي نقدر نتخلص منها أتمنى لكم معنا مشاهدة ممتعة وأهلا بك يا دكتور أهلا والسلام بك يا أستاذ أيمن أنا مبسوطني معك النعرضة في القناة ربني خليك يا رب العلاقات السامة عايزين نعرف المشاهدين بتوعنا إيه هي العلاقات السامة العلاقات السامة يا أستاذ أيمن هي أي علاقة تؤذي مشاعرك وأحاسيسك احنا دايما بنفتكر أنه يمكن أنت قلت في المقادمة بتاعتك أنه الصحة النفسية مهمة جدا لصحة الجسد وصحة الأبدان نفسية الإنسان مؤعظم المشاكل التيجي في الأمراض اللي هي الأمراض العادية اللي أنت بتشوفها أمراض القلب أمراض العظام أمراض الجسد سبعين في المية هي أمراض نفسية لو تكلمنا على علاقات السامة نقدر نقول أنها العلاقات السامة حضرتك ممكن نقول إيه الواحد كم واحد بيموت بأمراض القلب كم واحد بيموت بأمراض الكيلة والكبد كم واحد بيموت بالقنصر كم واحد بيموت بالهم كم واحد بيموت بالحزن كم واحد بيموت وهو عايش وحس أنه ميت كل الأجهزة عنده مش شغالة كم واحد تقدر تقول لي كم واحد إخنا كتير حضرتك مش شفت دكتور ايمان ناس بعد كده احيانا يقولولك ده نام وصحي ميت ده زعلان فقط شغله فحيز على نفسه فمات خسر فلوس فمات بابا اتوفى فمات وراه ده بيحصل تتوقف الاجهزة ليه الجاز المناعي عنده بقى عنده هشاشة نفسية مش مستقبل الجسد بتاعنا اي كلمة الجسد بياخدها المشكلة ان الناس فاكرة ان الاللاقات السامة دي حاجة نوع من انواع الرفاهية فقالك كبر دماغك فيه ناس متعرفش كبر دماغها فيه ناس متعرفش ان انت حساس جدا النظرة قد تقلمك والكلمة قد تقتلك تحقيقي فيه ناس ما متعرفش ده فيه ناس متعامل معاك انه ايه عم نسيبك انت قبر دماغك كم شاب عاش زي الفل جميل اتجوز واحدة نكدت عليه مات كتير كم واحدة اهلها نكدوا عليها وانتخرت بيحصل بيحصل واحدش كان واحدة كان عندها طموحات واتجوزت رجل للأسف الشديد لم يعاملها كامرأة وبرضه انتخرت أو ماتت أو أن هي جالها أمراض كثيرة جدا وبمناسبة الانتحار هو الانتحار يعني ملاحظ هل ليه علاقة بالفترة المراحقة عند الأبناء وعلاقتهم بالآباء أنه ممكن يكون فيه نوع من العنف أو فيه نوع من عدم الانضباط السلوكي معاهم بيقدي بيهم إلى الانتحار مناسبة الانتحار هو أنا دايما بقول الانتحار صديق مقرب جدا للعلاقات السمة صديق قوي يعني بيحضنوا بعض الاثنين يعني حبايب بعض جدا مش هتلاقي حد مقبل على الحياة متفائل ناجح عنده صحة أسرية أب و أم عارفين يعني إيه تربية بيسمعوا لأولادهم مش هتلاقي احنا عندنا برضو مشكلة كبيرة جدا جدا أنه خضرتك فاكر أن كل الناس اللي أنت بتعاملنا عام قربين منك ملايكة و أكتر شيء ممكن يؤذيك في العلاقات السمة هما الناس المقربين إليك هتقول لي معقولة ده أه معقولة أحيان أب والأم آه طبعا ده حتى ذكر في القرآن يعني الأولاد آه ممكن تبقى علاقات السمة القريب ممكن تكون علاقات السمة وهي أسوأ ما في العلاقات السمة القرب والإبتعاد يمكن لما حد أنت بتقدر أن أنت هتبتعد عنه بتعمل الصب عندك لكن هتعمل الصب من مين من منطق من بابا من أخوك من ابن خالتك من صديق مقرب إليك فأنت النهاردة بتتناقش في موضوع يعني موضوع مهم جدا وعلى فكرة هو موضوع يمكن أهم حاجة في حياة الإنسان عشان تبقى عارف لأن أنت عندك ثلاث حاجات أنت بتدور فيهم في حياتك أهلك وأسرتك وأصحابك عشان دبقاءة بس يعني الأهل والأصحاب أكتر مجتمع محيط بيش ده الأهل والأصحاب وأسرتك وشغلك وإمراتك اللي عايشة معك تول الوقت حقيقي التلات علاقات دولة هم المحددين حضرتك عايش إزاي سواء كانت علاقات عمل سواء علاقات زواج سواء علاقات صداقة إزاي يعرف بقى من خلال كده أن العلاقة دي سامة أم صحية إحنا زي ما قلنا للعلاقات التي تؤذي مشاعرنا وحسسنا وأنه بيتحس الإنسان أنه هو ناقص عنده شيء أو عنده أمراض أو أنه هو ما عندهش مناعة أصلا ضد أمراض هي كل العلاقات اللي بتؤذينا دي العلاقات السامة إزاي أعرف أن هي علاقات مؤذية لازم بقى أنت حضرتك نتكلم على أنواع العلاقات السامة إيه تمام فتح عندنا أنواع كتيرة العلاقات السامة أول حاجة في العلاقات السامة اللي هو إيه الشخصية اللي هي شبيهة لو أنت شفت مسلسل كده كان فيه واحد اسمه عم دياء اللي هو شخصية عم دياء كله رايح تيجي تتكلم معاته أنت عندك عايز تعمل حاجة وعايز في الحياة تشتغل وعايز تنهض بنفسك أو أن أنت ترتقي بمهاراتك أو تشتغل تيجي تلاقي نموذج زي ده فيدي أنت كله رايح تشتغل ليه تعمل إيه تنجح ليه ده نموذج سلبي جدا في حياتك هنلاقي بعض الشخصيات كل أنت ما بتكلمهم هيقولوا الكلام ده النموذج التين نموذج الـFM لو بيرغي معاك طول الوقت طول الوقت بيستهلكك يعني أنت مثلا في وقتك كده فيه واحد هتقول لي ياه أو لما شوف تلفونه كده ده فيها ساعة رغي استنى لما الدكتور مش هرد عليه مش بيحصل عالي ده بيستهلك عصابك ومشاعرك ما هو أنت لما بتتفعل معايا من نفسيتك ما هو أنت بتتفعل أنت أحيانا بتروح لدكتور أو الولدة أو الولد يروح لدكتور بيرتح نفسية بس للدكتور يعني دكتور بطنة ده اللي كان زمان دكتور العيلة عنده قلب عنده 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 فين ده دلوقتي مش هتلاقيه مش هتلاقي النموذج اللي بيريح حاج ده فتلاقي الراجل اللي عماله يستهلكك في الوقت وعماله ياخد وقتك ويتكلم معاك في حاجات كلها حاجات فارغة ما عندوش أي حاجة تهى علاقة سامة الأناني الشخص الأناني اللي هو دايما أول ما بتشوف تلفونه بتعرف أنه عايز منك حاجة عايز منك مصلحة بيكلمك علشان السبب ده علاقة يعني من العلاقات اللي موجودة في الحقيقة بشكل رفيف جدا وشكل الأسرة الأسرة اللي هم مقربين إليك قوي الزوجة اللي ما بتدكش اهتمام وبتديك طموح أن أنت تنجح ودايما بصلك إيه أنت كل مصروح تفشل أنت ما شتاء أنت رأيك الزوج اللي يقول لست مراته وإنت عايزة تفتحك نفسك تبقي وزيرك أنت مش عارف إيه أنت مش واخد بالك من الولاد أنت ما فيش تشجيع ولا اهتمام ولا احترام علاقة سنبة جدا على فكرة كمية الطلقات وكمية الأمرار النفسية وكمية وجع العظام وكمية الأزمات القلبية كل صحابي ده كنتنا بنقول مع بعض كل تخصوص كده كل سببه روح للدكتور النفسي حقيقي نقص فيتامين دال بالسبب النفسية حقيقي طب هو من داخل الأسرة هل لما بنشوف انطواء بعد أفراد الأسرة ده بيكون بادرة لعلاقات سامة يعني خصوصا من الأبناء ما نقدرش نقول الانطواء علاقة سامة لأنه أحيانا الخجل بيبقى موجود في الشخصية ولكن الانطواء السلبي اللي ما بيشاركش في أي حاجة اللي ما بيتكلمش عن مشاعره ولا أحاسيسه ولا يقول رأيه في البيت وانطواء مرضي فيه انطواء مرضي لأنه فيش شخصيات خجولة ولذيذة جدا بس هما ما بيعرفوش كلمه أي حد مش عارف يعبر عن نفسه ما عارفش عبر عن نفسه ده بيتم علاجه وبتم التعامل معاه لكن فيه حد اللي هو عازل نفسه عن العالم لأنه حس إن وجوده في هذا العالم هو مرر ليه اللي هو زي مثلا إيه أقول لحدك مثلا عشان أهالي لما كنا عندنا ابننا تخين شوي ويدخل ده القلبوزة بتاع العيلة ايه؟ ايه هو الكلمة دي نوع من التنمر برضو ده تنمر شلس يجي عمه انت تختوخ ولما تيجي بنت تغير وادتي ده بلوبة تقينة أنا عايز في حتة التنمر ده اللي بيقول عليها حضرتك وقلت ده قلبوزة يعني فيه نوع من التنمر ما بيظهرش كراهية من الشخص للآخر يعني بيبقى أحيانا نوع من السخرية أو ما شابه لكن احنا من وإحنا صغيرين فيها نهارد على حضرتك نمازج عشناها من وإحنا صغيرين وموجودة لحد دلوقتي في المجتمع والحقيقة محتاجة يعني رشدة من حضرتك يعني أنا فاكر من وإحنا صغيرين التمييز حسب لون البشرة كنا نشوف مثلا حد لونه بشرة سوداء نخاف منه أو نرميه لأطفال فيه التمييز انت قلت كلمة مهمة جدا أطفال صغيرة دي بيحسوها مع إنه على فطرته المفروض يكون خير يعني ده 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 ديال على شحن أو على ثقافة سيدة يعني انت قلت أني أنا أذكرني في الموضوع ده حتة مهمة جدا كي جاية أم عندها بنتها البشرة الصمراء والبنات بيقول لها يا صمراء وبدأت بنت حسن هي مش قابلة نفسها بدأت تبص في المراه أنت يا ماما ليه عملتيني كده أنا 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 طبعا البنتي بعد كده تفرجت على صور لجاملات سمراء والصمراء دي جميلة طبعا طبعا كثير جاملات سمراء هو اللي حصل أنه إزاي تغير المفاهيم عند تعديل سلوكيات الإنسان إنت شايفني إزاي حتى في العلاقات السمة أكتر شيء بيداي الإنسان في العلاقات السمة أنت نظرتك ليه إزاي شايفني إزاي أنت ممكن تخليني بنظرة عين أطير في السماء وممكن تخليني بنظرة عين قاعد مكتوم مش قادر أتكلم هي واستقبالك فرحتك بالإنسان وأنت بتقابله الكلام اللي أنت بتقوله عارف يا دكتور أيمن أكتر حاجة صعبة جدا الكلمة الكلمة اللي إحنا بنقولها دي وبنتحك بها دي اللي أنت حاليك قلتها دي طيب معلش بتفضل عليكها طول عمرك مشاهديني ناخد فاصل ونواصل ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا وبنعيد الترحيب باستاذنا الدكتور علاء رجب استشارة الساحة النفسية وخبير العلاقات الأسرية نكمل يا دكتور يعني اتكلمنا في التنمر في قصة البشرة السوداء عند الأطفال لما كبر يقول أنا مش هتجوز مش عارف فلانا أخذ الله حضرتك فالموضوع أساسا موجود بقى شبه عقيدة عند الناس تقريبا كمان من الملاحظات يعني ممكن أنا كان بقول لحضرتك عندنا في البيت العمارة اللي كنا سكنين فيها في قص يسكن فكنت أشوف الأطفال من البلكونة يحطوا مصمار تحت إطار العربية بتاعته أو إزازة العربية بتاعته الطفل ده لما كبر موجود في المجتمع بيقول لك ده مسيحي بس كويس اللي هو يعني اللي هو يعني الأصل إنه هو معيوب مش كويس بسيحي بس كويس بيستدرك بس كويس فدي حاجة موجودة ومتشوفها نوع من العلاقات السامة اللي هي بين مختلف العقيدة كمان النظرة الأخيرة النظرة الدونية من الذكور في المجتمع للمرأة فيه يعني مواضع كتير قوي وخصوصا نلاقي الكلام ده في الريف والأقلين ممكن هو اللي أنت قلت كل المواقف اللي أنت قلتها يا أسل أيمان ترجع لحاجة مهمة جدا وهي يعني أساس كل شيء في حياتنا إيه لتربية شكل البيت الأب والأم عامل إزاي أنت حضرتك لما تيجي تربي ابنك وتربي بنتك عندك ثوابت معينة فيه متغيرات كتيرة حواليك فيه عندك سوشال ميديا عندك تلفزيون عندك راديو عندك إزاعة عندك مجتمع كتير قوي أنت ربيت ولادك إزاي وربيتهم بأي شكل وإنت في البيت أنت والمدام إزاي يعني أنت وامراتك عاملين إزاي ما أنت ممكن تربي وفي نفس الوقت أنت هما شايفينك طول الوقت مصرح عمليات بتقول كلام مالوش أي سوري يعني مالوش أي لازمة وهو بيتعلم منك تفتكر حضرتك كده ممكن تطرح فكرة أن أي اتنين مقبلين على الزواج يبقى ليهم استشاري أو ليهم ده بيحصل يعني يبقى فيه فكرة أن هما يؤهلوا للتربية التأهيل أحنا ليه سبب التأهيل أحنا طبعا ما ظلنا يتجاوز ما حدش بيسعل في الكلام ده موضوع هايل جدا ده عايز حلقات اللي أنت بتقوله التأهيل للزواج وإحنا كنا عاملين دورات في جامعة إنشامس للمقبلين على الزواج أكتور أهاب عيد وأنا ومجموعة كبيرة جدا لهذا الموضوع لأن الموضوع ده موضوع مهم جدا أنت عندك نسبة الطلاق فيه ازدياد مرتفع جدا ده غير الطلاق الصامت اللي هي الناس موجودة مع بعض ومش مرتبطين مع بعض يعني موجود كده غير بقى اللي بيستعيده للطلاق أنت عندك مشكلة كبيرة جدا إحنا لازم نحط إيدينا عليها يعني لما هو أصلا البيت نفسه الزوجة والزوج مش عارفين يعني إيه زوج ومش عارفين يعني إيه زوجة هيعرفه يعني أب يعني أم لما هو مش عارفين زوج وزوجة هيعرفه زي أب و أم المين اللي بيربي هو حضرتك ينفع حد فقط حنان وفاقد مشاعر وفاقد أحسيس وفاقد دين هيربي ولايره بشكل كويس جدا وتقول لي النمزج كلها اللي انت حبيرك ذكرتها في الأول اللي انت بيشوفه اللي هي الكراهية أو العداء أو الحب أو المختلف أو المشاعر ده انت اللي بتحطها في ابنك من هو صغير إحنا ده هو كمان ورسها يعني هو اللي حطتها في ابنه هو كمان ورسها يعني يا ثقافة متوارسة طول الوقت يعني ده حتى الكتبة في التربية أنا أول جملة أنا ابني متربي أنا بنت متربي بالراحة بس بالراحة أصلا أنا ابني حتى في المدرسة لما ابنك يتخانق مع ولد بتروح التمدرسة أنا مش سوري يعني بيحطى الأب أو الأم أنا ابني وتلقي الأمهات بالذات حتى في النادي لو ابني دراب لو حصل خناقة أطفال مع بعض تيجي تتماسك ابنها أبني مش عارف إيه و الغيرة اللي انت بشوفها عليك أو الغيرة دي أنا بقولك أهم من أنت تغير على ولادك لا ربي ولادك حط قيم إيجابية في ولادك لأن كل واحد فاكر إنه ابنه ملاك بيجناحين ما بيغلطش وده خطأ شديد جدا عشان تبقى فيه غير كده بقى قضية التربية ربنا يعني مش إحنا بس اللي بيربي ده ربنا اللي بيربينا يعني لازم يبقى فيه عندنا الطاقة الإيمانية والذي عندنا الدين وكل الديانات أجمعت على التربية الإيجابية التربية السوية إنه أنت بتجيب شخص للمجتمع مش مريض نفسي مش مشوط نفسيا عشان كده إحنا دايما بنقول إيه إنت بتعمل أعظم حاجة في الدنيا إنه أنت تكون أب أو أنت تكون أم لأنك إنت المسؤول عن كل حاجة في المجتمع بس يكون كل واحد فينا مؤمن باللي هو بيعمله ده لكن إنت بتشتغل عند ولادك 24 ساعة بتشتغل كموزيق 8 ساعات والإعلامي 10 ساعات لكن بتشتغل عند ولادك 24 ساعة أنت مستعد في أي شيء طيب بالنسبة للعلاقة السامة هل بتأثر بالسلبة على نفس الشخص وثقته بنفسه بتأثر على ثقته بنفسه والزوجة اللي بتحس إن العلاقة تحولت إلى علاقة السامة في مجال الإصلاح أولا طبعا العلاقة السامة دي بتأثر على الشخصية جدا بتخلي انفعالاته ومشاعره وحاسيسه مضطربة والإنسان اللي مضطرب توقع منه أي شيء يعني إحنا دايما لما ديجي نشخص حالة أقولك ده عنده اضطرف مشاعره وحاسيسه توقع منه أي شيء إنه هو ممكن يعمله يعني إيه توقع منه أي شيء يعني الإنسان اللي بيستقبل علاقة من العلاقات السامة سواء كان الإهمال الشدة أو العنف الضرب القصوى والقصوى هنا بقصد بها بقى إيه القصوى اللي هي خاصة بالمشاعر وحاسيسه والكلام لأن أحيانا ناس بتضرب حد ولكن واحد أحيانا بالكلمة وبالتجاهل ممكن يأذيه يأذي مشاعره وحاسيسه خلي بالحضرتك تقول أيمن فيه ناس حساسة بدرجة 40% وفيه ناس حساسة بدرجة 100% إحنا لازم نراعي الكلام دا كله فنظرة الإنسان اللي عنده علاقة سامة لنفسه نظرة سيئة جداً لأنه بيحس إنه بيع نفسه بسمن بقص ويبدأ في الانهيار ويبدأ في إيه؟ في الانهيار ويبدأ أجهزته حتى الداخلية مش أحيانا أقولك أنا مش قادر أقوم أشتغل أنا مش قادر أتكلم سلام ويجي للأسف الوقت داهنا فأنا أطلب من حضرتك سريعاً كده نصايح عامة لمجتمعنا المصري في مجال العلاقات السامة بص إحنا أهم حاجة إنه إنت وإنت بتواجه حياتك ابتعد تماماً عن كل إنسان ينطقص من قدرك وإعرف إنه ما فيش حد هينور لك نفسك إنت اللي هتنور نفسك وإنت اللي هتقدر إن أنت هتتخلص من العلاقات دي بإيجابيتك إنت اوعى في يوم من الأيام ترفع صغفة توقعاتها مع أي حد عشان نبقى بس إيه واغدين بنك كويس قوي لما تيجي نام بلاش النوم اللي هو وإنت نايم مهموم وعندك حزن وعندك ألم لأ طلع ده اكتبه ترجم مشاعرك لكلمات حتى ولو كلمات مخيبة أو كلمات محزنة بس اتكلم طلع لجواك ولما بتطلع لجواك بتفضي وعايز أقول لك حاجة قبل ما المرنامج انتهي الهم والحزن زي السرطان بيفضل ينهش في جسمك طول الوقت لكن مين يحس ما تتوقعش حد يحس بألمك غيرك انت وهتلاقي نفسك انت اللي في الآخر وفي الأول بتطبطب على نفسك قوي علاقتك بربنا الصداقات الطيبة صداقات حلوة أو يقفز عليها شكرا وكده تبقى خلصت حلقتنا في النهاية بنشكر استشاري الصحة النفسية وخبير للعلاقات الأسرية الدكتور علاء رجب وبنشكر حضراتكوا واستنونا في الفقرة التالية في فقرة تجميلية تهم كل ليدي مصرية كان معاكم في الفقرة التالية أيمن كمال أشوفكم في نفس الموعد الخميس المقبل تحية لمصر وسلام لشعب مصر